السلام عليكم الرحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كشر الحلة الوحدة بطريقة سهلة جدا اول حاجة احنا نجاهزة الوقتي البصل بتاعنا طبعا حطينا ايمي كوباية ونص من الزيت في حالة كده وبعدين سخلنا الزيت جدا وضفنا عليه ربع معلقة من الملح واول ما حطينا البصل بتاعنا هدين عليه النار عشان يطلع ما ارمش والطريقة اللي انتم شايفينها قدامكم طبعا ادى اول كمية من البصل بتاعنا هنكمل بقى الكمية التانية طبعا حطنا مناديل في طبق وطلعنا البصل عليها عشان تفضل ما ارمشة وعملنا النص التاني والوقتي هنجهز صلصة الكشري ضفنا معلقة كبيرة من التوم واول ما التوم بيحمر هنضف له معلقة كبيرة من الكزبرة النشفة وتلات معالي من الخل وهنضيف دلوقتي الصلصة بتاعتنا اللي هي عصير الطماطم وهنضف لها ملح ومكعب مرأة طبعا دي اول حاجة هنسيبها بقى على جنب تستوى وهنرجع تاني نعمل الميا اللي هنضيف بها على الكشري طبعا حطينا معلقة توم وهنضف لها الوقتي معلقة كمون اول ما يبدأ التوم يصفر معنا هنضف لها معلقة الكمون وهنضف لها تلات معالي او اربعة من الخل وهنضيف الميا بتاعتنا هيت وهنسيبها تغلى على جنب والوقت هنجهز بقى الكشر بتاعنا طبعا كان معايا شوية توم صغيرين نضفتهم على الشعرية بتاعتنا دي نص كباية من الشعرية اول ما الشعرية بتاعتنا بتتحمر بنضف لها على طول كباية من الرز طبعا الرزة كنت نقعاه قبلها حوالي بنص ساعة والعدس كمان كنت نقعاه حوالي ساعة قبل ما قبل الاستعمال كله والوقت بعد ما حطنا الرز والعدس على الشعرية وقلبناها تقليبتين ضفنا المقرانة بتاعتنا اي نوع مقرانة عندك متوفر ممكن تستعمله طبعا الميا غلط وهنحط الوقت العيار الميا العيار الرز بتاع الميا وهنضيف ملح وهنضيف مقعب المرأة وطبعا الارماية بتاعتنا بتبقى اعلى من الرز حوالي نص عقلة من الصابع وطبعا السلسة بتاعتنا هيت خلصة هيت هنركينها بقى على جنب وكمان الكشر بتاعنا كمان استوى اهو هنقلبه بقى بعد ما يستوى على طول هنقلبه عشان المقرانة تخش بعض اللي في الرز وهنبدأ نغرفها دلوقتي يارب يعجبكم الفيديو دي كان كوشة للحلة الوحدة طبعا ريحته ما اقول لكوش خطيرة بجد بالفهانة للي اكله وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يارب يعجبكم وان اعجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته